من أسعد الناس بوجود الوجود الطيبة اللي شرفتنا من جميع أنحاء البلاد وخاصة يعني تحمل ومشاق الصفر في هذا الشهر الفضيل والصيام نتشكر الجميع مع حفظ الألقاب والأسماء أهلاً وسهلاً فيكم كماني شوي أنا أريد أن أعطي الكلام لجاري أضو البلدية كميل عودي بس أحب أطلب من جميع الإخوان بمعنكم إخوان وعززين على قلوبي والبعد دي في بعض الأخوان اللي طلبوا يحكوا كلمي يعني بتأمل من جليل جميع تكون كلمة مختصرة لحد أيتين من شان يتسنى للجميع وما نزعيش حدا لأنه كلكم أصحاب محل وأهلاً وسهلاً في جميع إياكم شيوخنا وأباهنا الأجلاء محمد الأطفال ضيوفنا الأحباء الذين أتوا من بعيد ومن قريب أهلنا وجيراننا من أهل نعيم أصحاب المناسبة المباركة أخي فيصل نعيم أبو سبحي إخوانه وأفراد عائلته الكرام أولاد المرحومين المغفور لهم أبو فيصل والحاجة أن فيصل والحاجة أبو فيصل أخي فتح نعيم أبو ربيع أخي المرحوم الحاجة أن فيصل وإخوانه وأفراد عائلته هذه السنة كما كل سنة يحل علينا شهر رمضان المبارك ليذكرنا بالبار عز وجل الذي استفاع من بين كل المخلوقات التي خلقها بحكمته إخلاقية في هذا الشهر يعطينا سبحانه وتعالى الفرصة لكي نتقرب منه ونتوب إليه مجهدا ما أعاده بأنه السامع لدعائنا والمستجيب لطلباتنا حيث قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي ويؤمن بي لعلهم يرشدون إن الصيام بمعناه العميد ما هو إلا إماتة للجسد ونهي الروح عن النزوات والرذائي إن الصيام هو تحدي لرجس الشيطان من خلال تطويع الغرائز البشرية إن تهديب النفس هذا مروط بتقويم انخصال الحميدة إن المحبة والمسامحة والعفة والرقمة والرقمة على النزوات البشرية المنصرفة عن تعاليم الإله سبحانه وتعالى أقولها بكل سرطة إن دعوتكم نادي إلينا كتجزيد المبادئ والمطل العليا التي يجسدها الصيام في هذا الشهر الطبير هنا يا إخوان من سرخيل الجنية أحنا بتقول كلمي هيك عمي اسمي كميل عودي من ترشيحة أنا بيتي موجود هم تتفضل علي كل قوين تبتكو حياة أبوي اسمي في عودي إحنا سكننا فيها بحارة بسنة 79 وعمي صبوات ربي يوسف الله يطول بعمره موجود هم من 68 للحقيقة والتاريخ أنا ما سمعت لا من حياة أبوي ولا من عمي لبعدي بسمع منه عدم بقدر يعني غير إنه هجران الطيوم من طار النعيم خلال كل سنوات جرتنا هون ما كان في بناتنا غير كل محبة وكل صداقة وكل أماني وكل إخاء وكل خصال حميدي إحنا منتفاخر بهاي الجيرة منعتز بهاي الجيرة وأنا بحب أقول هون لأبو صبحي وأبو الربيع وإخوانهم والموجودين كلهم إحنا نشعر حالنا بجزء لا يتجزأ من بلد واحدة مشاكلنا مشتركة والأمومنا مشتركة ممكن يا إخوان أنه إحنا نختلف في بعض النقاط بس القواصم المشتركة اللي بناتنا بكتير أكتر من اللي ممكن يفرقنا ويشردمنا إحنا نرنوا إلى ترشيحة واحدة ترشيحة اللي ترتكز إلى المحبة والإخاء والوفاء والأصالي والكرامي ووجودكم إنتوا ودعوتكم إلنا بهاي المناسبة من امتداد لهذا الإرث اللي إحنا نتها عن أبائنا وأجدادنا ونتأمل أنه نكمل فيه وكلنا إيد وقتنا أهلا وسهلا بالجميع أهلا وسهلا بالجيوة وبحدي المناسبة الرجل في الكلمات الإفداني عسب ما أقول في لا إلهي أولاً بحدي أدعي لإلقاء الكلمات نحن متعودين شيخنا الجليل وحبيبنا وصديقنا الشيخ إبراهيم اللي إحنا نسمع كلماته بالفصحة وبالعملية نضع الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إخوانه رسول الله وأنبيائه أجمعين رجال الدين الأفاضل وملائي الحضور الكرام حياكم الله وبياكم صدقاً إن شهر رمضان هو شهر الرحمات وشهر البركات وإحدى هذه البركات تجلت الليلة بحضور هذه الكوكبة إلى بلدتنا الحبيبة ترشيحاً فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم المحبة والتوفيق فيما بيننا ووحدتنا هذه من جميع الديانات والطوائف والملل هذا إن دل على شيء فإنه يدل على فهمنا الصحيح للدين على فهمنا الصحيح لمقصد ربنا والمقصد الرسل عليه الصلاة والسلام كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة دينهم واحد وشرائعهم جداً فإذا كان أنبياؤنا إخوة عليه الصلاة والسلام فلماذا لا نكون نحن كذلك إذواء؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه المحبة ومرة أخرى نرحب بكم في بلدتنا لا نريد أن نطير الكلام يعني لا نتكلم بوجود المشايخ ورجال الدين الأباء والأفاضي فنشكر الأخ أبو صبحي على هذه الأمسية ونشكره كذلك بأن عرفنا على هذه الوجوه الطيب أهلاً وسهلاً بكم بدء إلى إلقاء الكلم التالي سيادة موتران رومانوس موتران الكليسة روسية أيها أهلاً أيها أهلاً أيها أهلاً وجوه هذه البلد الطيبة والبلدان الأخرى تلزاما هذه الأيام مناسبتان كريمتان عند الطائف الإسلامية والطائفات المعروفية يختفل بشهر رمضان الكريم كما قال سبقني الشيخ الكريم شهر الرحمات والبركات وعند المسيحيين يحتفلون في هذه الأيام ولمدة ما يقارب أربعين يوما متماهية بحيث قيامة السيد المسيح من الأموات حيث يحيون بعضهم بعضا بتحية القيامة المسيح قام حقا قام نجتمع هنا لذكرى عطرة لأول شهر رمضان فضيل يقام ولأول مأتبة إخطار بعد انتقال المرحومة أم فيصن التي قبل عدة أشهر جئنا لتعزية آلها وأقربائها ووفاتها ونحن بإسم زميل خدس الأب الياس وسديقنا ومعاويننا من آهر نبيل أبو حمد نهواني اسم الكنيسة الأرثولوكسية النسية خارج روسيا هذه الكنيسة من التواضع التي لا تملك أملاكا ولا أراضي ولكنها تملك هدف ورسالة حفظ الإيمان القويم الصحيح والعودة إلى الجهور الأصلية القديمة بدون تغيير في المبتع تغيير في المبات الإيمان نتقدم بالشكر الجزيل إلى عموم آل بني نعيم عشيرة بني نعيم الكريمة المميزة بصفات المرؤة وحب الخير وصفات النشامة وكل الكرم العربية وعلى رأسها وجهائها الكرماء السيد أبا ربيع وأبا صبحي وجميع ممثلي هذه العشيرة الكريمة التي نعتز بهذه العلاقة الطيبة التي منذ زمن تربطنا بها ونشكرهم جدا مجموع الحاضرين والعشاء البدوي والكل الحاضر على هذه الدعوة الكريمة نشتمع معا من أجل الخير من أجل الدعوة للحظ والعدل والإنصاف والإصطفام والمحبة وتكون محبة عندنا محبة ليست باللسان ولا بالكلام كما قال رسول يحن إنما بالعمل والحق أكرر هذه جملة مهمة نحب بعضنا البعض ليس بالكلام ولا باللسان إنما بالعمل والحق لكم الشكر الجزيل وأعيد شكري وتنائي للجميع وكل عالم بخير اسلامته معك هنا حسب الترتيب اللي موكل إلي بدأ الشعر حسيبه الأرزوز أبو حاكم إنشان كلمة تبعته أيها أيها نسب خير للجميع كل عام وإنتم الخير رمضان كريم باسم أبو صبحي فيصل النعيم وإفوان المحترمين نشكر الشميع على تلبية الدعوة على الإفطار سياما مقبولا وإفطارا هنيا كما ونشكر حضوركم على تناول لغمة رحمة على أرواح المصور لهم الحج أبو فيصل والحج إن فيصل رحمهم الله وأسكنهم فسيحة جميع كما أطلق من الجميع الوقوف دقيقة دقيقة واحدة رحمة وآلاة الفاتحة على أرواح إلا هم الله يرحم الله يرحم الأخوة المطران المحترم سيادة المطران الأب إلياس الأب إلياس عواد والآغة أبو عوني الأخ سلمان أبو أحمد المشايخ المحترمين إذا نسير حدا فشلهم لأنه مدروف كثار ولكل واحد احترامه بمحله لأبو صبحي لأبو صبحي بهديت ميت وردة ججعنا الأيام الماضي وعز مجدر ورثت من سيدك المفطار صفات الحميدي من البي والجدة وعط بعد منهم تكمل المشوار ماشي بهالمسيري مع أخوتك للسخة للنخة يكفو في الخير مدا كل ما أرّب يوم العيد منتذكر كل من صار بالعيد كل ما أرّب يوم العيد منتذكر كل من صار بالعيد نترحم على فرقتهم ذكراهم بالقلب يزير أبو صبحي عداره دعانا بسمي حلوي عبابه لآنا نسلم يا أبو صبحي ملحظ من أضيوفي الرحمن تستعبل ضيوفك اموسع الدوان فالح المضافي بالروح الدوان الله يديمك يا معز بالرحمن فيها الدل والثن والمصب والفنجان فيها الدل والثن والمصب والفنجان أهوتك عنار الجمر زاد غليانا تتهدي الضيف على الديوان شاعل النيران عبابك مكتوب هلأ بالضيف جانا رجعت مجد العشيري اللي كان من زمان هاجت الدكرة وحبانت محيانا واليوم عالإفطار دعيتنا في شهر رمضان أبو صبحي معزق أبو صبحي معزق والظيفي محل بليوانا الله يديمكم ويعيد ويعيد هالشهر الفضيل من أول سياء مكتوب وإفطارا شهيا باسم أبو صبحي اللي دعانا كن سينوتو سالمين الجميع بالأرض الجرأة والعزة والشهامي والبرامي بجانا نعم 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 بالأرض العزة والجرأ والبرامي من نتعي للمنصة الشيخ محمد أبرو بفتي جنين خليطه فضحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية كل الشكر يا أخينا أبو صبحي يا أخي أبو صبحي ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه يفرح بصومه وفرحة حين يفطر يفرح بفطره وإننا اليوم تزداد فرحتنا فرحة بمشاركة هذا اللون الفلسطيني اللون العربي الذي يعم شرائح الطوائف جميعا مسيحي مسلم درزي كلنا أبناء الله كلنا إخوة 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 بإيماننا من إله الواحد سبحانه وتعالى تجمعنا هذا رد على كل المزاودين الأديان تجمعنا لا تفرقون الدين يجمع الشعائر الصيام جمعتنا ليس المقصود منها الطعام والشراب فقط وإنما الالتقاء الروحي والأب ذكر وصية لأحد الصالحين عندما قال أن يكون السلام بالعمل ونحن نقول أيضا هذه وصايا الله سبحانه وتعالى ووصايا الأنبياء جميعا أن الدين دين محبة وأخوة دين دين عدانة دين تعاون بقوله سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ما أحوجنا أن نلتقي بمثل هذه اللقاءات ونسمع من بعضنا لا أن نسمع عن بعضنا أن نلتقي ونسمع من بعضنا بعضا لا أن نسمع عن بعضنا بأنسنا قد تكون مشوهة وألسنا مغرضة تريد أن تفرّق جمع الناس لا أيها الإخوة شكراً مرة أخرى لآل العين شكراً لبلدة ترشيحة شكراً لكم جميعاً من لبيتم الدعوة ونحن جئنا من محافظة الجنين للمشاركة في هذا اللقاء الطيب بإذن الله والذي أسعر الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائماً على كل خير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصدي ونسلم على المبهوث رحمة للعالمين سيد الخلق وحبيب الحق مولانا رسول الله محمد وعلى آله وجميع إخوانه من الأنبياء والمسلين أما بعد أيها السادة الإخوة الإخوة الأعزاء الأفاضل نحن تشرفنا بمجيئنا إلى هذا البيت العام وإلى هذه العشيرة الشامخة بعطائها بعطائها بكرمها برجالها بشبابها بمشايخها عشيرة آل العين جئنا متشرفين في هذا البيت في بيتي أبناء المرخوم أبو فيصل جئنا لنؤكد من خلال هذا البيت الذي أبى أهله إلا أن يكون منارة للأخوة وللمحبة وليستع من خلالها الصورة الحقيقية للأديان التي تشرح الصدور وتصعد النفوس وتملأ المجتمعات أمنا وأمان وسلم وسلام حيث تؤكد هذا اللقاء الكريم لأن الأديان جاد لتبعو إلى المحبة وإلى الأخوة وإلى الوئام ما خلال من النسعة الإنسانية الرحيمة لا المسيحية ولا اليهودية ولا الإسلامية ولا التوحيدية ولا الموذية ما خلال دين من الأديان في الأرض من النسعة الإنسانية الرحيمة كل الأديان تدعو إلى الرفق والمحبة وتحث على الحب وتأمر بالسلام وتنهى عن الخصام وتنقض القسوة والأذى وهي بذلك عامل من أهم العوامل في بناء المحبة وتنسيقها في المجتمعات وفي نشر الوئام بين الناس وأدياننا السماوية تلتقي في كثير من تشريعاتها في هذا الهدى وحسبنا من المسيحية قول السيد المسيح عليه السلام أحب أعداءكم باركوا لأعنيكم سلوا لأجر مضاهديكم وحسبنا من الإسلام قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع من التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وحسبنا من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله الخلق كلهم حيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لحياله ويا أبا فياسل ارقى ويا أم فياسل ارقضا في قبركما مرتاحين مطمئنين حيث أن نجركم وأن أبناءكم يقملون من بعدكم مشوار المحبة والأخوة وسيبقى بيتكم بإذن الله منارة تجمع وتقوي بين الناس كل الناس بارك الله فيكم وأدامكم الله ذخرا لأهلكم ونسأل الله أن يتقبل من الصيام ومنكم ونلتقي في العام المقبل وجميعكم في أحسن صحة وأكمل عافية وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين إلهي غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم أيها الحضور الكريم أهالي عائلة نعيم المحترمين لأشرف العظيم أن أقف بينكم بهذه المناسبة لذكر المرحمين وبين أفراد عائلة النعيم التي تربطها أهالي نوح لا فتح سنين طويلة علاقة محبة وصداقة وأمانة وهذه العلاقة التي بدأها الملتوم أبو صبعي عندما كان مختار واستمرت هذه العلاقة مع الأولادي والأنجال وأخص بالذكر أبو ربيع وأنجالك وإخواني وأبو صبعي وأنجالي وإخواني حتى يومنا هذا أيها الحضور الكريم أتقدم جديد الشكر على الدعوة لهذه المناسبة وكما أتوسل إلى الله عز وجل أن تبقى ذكراهم خالدة ويتغمدهم الله برحمة الله يا نفس من أراد يدرك عمل الخير أن يدرك من يده الجهل والشهر وأخيرا أتمنى لجميع الأمة الإسلامية عامة ولإخواننا في إسرائيل خاصة أن تكون أيام شهر رمضان أيام مباركة وبهك تتبع المحبة بين الناس وبحلول إيد القصة المبارك جيدا سعيدا والله جلتا في الجنية وكل عام والخير أراد يقولون كيف يمكن أن يتبعوا أهلا كيف تتبعى كيف يمكن أن يتبعوا الكلمة من كلمة إلى لداء وذلك إليه الوقت نحن نجتمع لهدفين أن نشكر الله من أجل هذا الشهر الفضيل ومن أجل الصيام ككل وأيضاً لإحياء ذكرى الراحلين الحاج والحاجة إن كان رمضان هو من كلمة رمض كما يتطفق الكثيرون ورمض هو أن شاب في الحر الشديد وهنا لداء أن تنجم وتحترم كل أرواح العداوة والخصام وكل الأرواح الأنانية وألعاب الإنسان الأنانية والطائفية ما أعظمنا بالقول أننا إخوان في المحاضر وعلنا نقول هذا بيننا وبين الخالق الباري لداء أن تحترق في قلوب جميعنا وفي منطقتنا روح العداوة والحروب ويحل السلام ويكون سلاماً حقيقياً ويقل الإنسان الإنسان لأنه صور الله ومثاله وكلمة شكر لأبي صبحي شكراً نحن لم نعرف الوالدين ولكن قال السيد المسيح تعرف الشجرة من ثمارها ونحن نرى هذا الثمر الذي يجمع الإخوان ويعمل 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 أتمنى لكم شهراً فضيلاً وأتمنى لكم عيد ستر مبارك وكل عام وأنتم بألف خير شكراً شكراً والكلمة الآن رغضيك الوقت الدكتور سلمان أبو أحمد الدكتور سلمان أبو أحمد مهندس 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 الله عنده مصفة لدكتور صلاً عوز بالله بسم الله أحمد أحمد الأمو أحمد قل العالمين وصوته وسلم على سلمنا محمد وأشياء الأمو 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 الأسلمين إخواني إذن الشعبي كافا من كافة الحوائف من كافة المرد والنحن اه افلقة خييتهم واني جميع خييتهم فردا فردا بالاخراض وجماعات. واقول لكم ان ما يتج الصدر في مثل هذا اللقاء ان نلتقي ابناء الشعب الواحد كما قلت مسافة الملل والنحل على مائدة رمضانية واحدة فهذا اذا دل على شيء يدل على ان الخير في ايوي وفي امتي الى يوم القيامة هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. فوجودنا في هذا البلد النقاف وعلى مائدة ابو صبحي الاخ العزيز من الانعيم الكرام ايضا احييه بتحية خاصة اقول نعم موجودنا في هذا البيت موجودنا في هذا البلد الطيب لهو اكبر دلالة على تواصلنا وعلى اننا مثلنا كمثل الجسد الواحد اذ اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاضاء في الصهر والحمة نحن هنا لنقول لالي النعيم اننا معكم في افراحكم دائما معكم في كل شيء في الصراء والضراء ومن هذا المنطلق اذكر بان حديث لرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول من قطر صائما فله اجر كاجر الصائم اكم من الاجر يا اخي يا ابو صبحي تجمع اليوم عندما تفطر المئات من ابناء شعبكم في هذا البلد وفي هذه الملاد وكما ايضا دائما اذكر بحديث اخر للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول اذا ما تقنو ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتقع به فانت الولد الصالح الذي تعمل جاهدا لترسل حسنات ثم حسنات بالمئات الى والديك الذي لداني انتقياه والتحكا بالرفيق الاعلى فهنيئا لك على ما تقدم وهنيئا لوالديك بهذه الحسنات التي تتلاحق اليوم خلال وجود العشرات والمئات من ابناء هذا الشعب اشتركوا مرة اخرى ولكن قبل ان انهي وجه لكم الدعوة باسم مستشفى الجليل في الناصرة للافطار الرمضاني السابع الذي سيكون في قاعة نيو جراند فلس في سيدة عليك يوم الاول من شهر من شهر ستة يعني بسبعة واشرين رمضان تقريبا الساعة السادسة مساء ايضا احنا نحتدو حق ابو صبحي بهذا الامر والدعوة واسعة جدا وسيتم ايضا تكريم تكريم اصحاب شهادات عليا من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الحفل امن تشريفتكم شترا شترا لكم وابارك رافيتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترا لكم اشترا لكم اشترا لكم اشترا لكم اشترا لكم اشترا لكم اقف امام هذا الجمع الكريم اشترا لكم فضلكم أيها الإخوة وأنا في تبعية حضراتكم في تلبية الدعوة تلبية الدعوة هي صدق وأمان وإخلاص ووفاء ومودة تنفيضها يجمعنا ننظر في هذه الوجوه الخيرة الطيبة المرسلة من خبل الوعي والإدراك لمجتمعنا عامة وهو الله سبحانه وتعالى ونبي مرسل وكتاب منزل يأمرنا أن نأمر بالمعروف وننهي على المكان وهذا هو غداء العقل والروح وهذا ما تعلمت أنا العبد من الخيرين شروع معندي الجميع أخونا أبو مصطفى الضائر الله يرحم الوالدين نعم أبو صبحي أخونا أبو صبحي أخونا أبو صبحي التي هي بمثابة الأرض ما تغلص فيها وتعطي اكثمارها والوالد الله يرحمه وخلينا إياكم من حيث الوقت تخريبا خلاص أحني جناح اليمين إجلالاً واحتراماً لهذا الموقف التي أطاعتك من تر قدم وجدودك كباناً على أن الكريم هو الله والله يحب الكريم وفقه بالله ورحم الوالدين وكل عام وأنتم بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل في نفسنا الرضا بما قدره تعالى وخضى والسلام عليكم ورحمة الله عالي صوتك يعني ضيف عند الجميع أهلاً وسهلاً قطلوا معذر من الجميع سيارة ديموتران سيارة المفتي الشييف وهاب حرب طبعاً سيارة ديموتران 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 سيارة ديموتران